تواصل الحكومة جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتابع الحكومة يومياً تنفيذاً لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وبتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين خاصة في ظل الاستعداد لشهر رمضان المعظم تواصل الحكومة جهودها من خلال كافة الوزارات المعنية في خفض حدة عكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وتتابع الحكومة يوميا تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إجراءات الإفراج الجمروقية عن البضائع الموجودة في الموانئ وتزليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائية وكذا الأدوية والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية كما تتخذ الحكومة إجراءات إضافية استعدادا لشهر رمضان من خلال الحرص على توفير الأرصدة الكافية من السلع الأساسية وبأسعار المناسبة بكافة المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية ومنها ما يتعلق بمبادرات كلنا واحد وأهلا رمضان وغيرها من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء مصر كما تقوم الحكومة بعمل تنصيق كامل بين الوزارات المعنية وكذا اتحاد الغرف التجارية لتوفير أكبر عدد من المنافذ والتي وصلت حتى الآن إلى 200 شادر ومنفذ على مستوى المحافظات حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة وأتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى والتي خصصت بالفعل رقنا في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة ضمن هذه المبادرات الخاصة بتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضة ترجمة نانسي قنقر